صدق الحمامي اليوم نحب نحكي معاك على تجارب المقارنة في سبر الأراء البرح سمعنا أم بروفيسيوليل سمعنا حسن الزرقوني نبدأ تقريبا بأندي زرقوني يختم بهم الزرقوني يقول شوف يقول ردوا بين إذا كان حاشتنا بالتعتيم أنت أعمل كل رسوروط وإلا أعمل قانون يصعب على مراكز الدراسات وعلى معاهد سبر الأراء ووقتها تلقوا روحنا في التعتيم والمعلومة تتجيكم من برة وفي كل الحالات أحنا تعرف كيفاش نخدمه على البرفيس مش لازم نخدمه عليها السياس هكا قال برح حسن الزرقون يقول فيه اللي من المفروض الأرقام التونسية تكون تونسية تونسية ومن المفروض أن كنتم إنتاجها في تونس وكذا أحنا نحب نشوفه في العالم شوني موجود دابور نبدأه بعلاقة الديمقراطية بعمليات سبر الأراء واستطلعات الرأي العلاقة هذه كيفاش سيد صدق شكرا أخي لياس على الدعوة أولا أنا معا أن تظل استطلعات الرأي أو سبر الأراء موجودة لأنها في العالم العربي تجربة فريدة فقط في تونس توجد تجربة مثل التجربة التونسية في مجال استطلعات الرأي لماذا؟ لأن في الدول العربية الأخرى لا تخذع السلطة السياسية لتقييم المواطنين استطلاع الرأي هو نوع من أنواع تقييم المواطنين المستمر للسلطة حتى أن بعض الباحثين في العلوم السياسية يسميها تصويت والأراء التي يعبر عنها المواطنون بين الدورتين الانتخابياتين يسميها بمعنى أن استطاعت رأي جزء من وهو ما يميز الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست فقط انتخابات الديمقراطية هي منتدى للأراء يعبر فيها المواطنون عن أراء بالاحتجاجات عن طريق المجتمع المدني بالجمعيات بالصحافة بالأعلام إلى آخرين إذن لا يتوجد ديمقراطية دون إمكانية أن يعبر الرأي العام عن رأيه هذه نقتلوه هي تقريبا الدولة الوحيدة في العالم العربي الذي يخضع فيها السياسي إلى تقييمات يعني تصوروا أنتم في دولة أخرى مثل الخليج الدول الأخرى يعني الشيخة والأمير أو الملك هل يخضع لتقييم يومي للشعب هل يطلع هبط في استطلاعات الرأي استطلاعات الرأي هي دليل على وجود حياة ديمقراطية في ثلاثينات القرن الماضي وقت ظهر استطلاعات الرأي في أمريكا وفي فرنسا استطلاعات الرأي كانت مرتبطة بأن الحاكم يحب يعرف الرأي العام كيف يفكر كيف يتفاعل مع القضاء مزاج الرأي العام والصحافة نفس الشيء لكن الديمقراطيات توصلت إلى مقاربات لتنظيم هذا القطاع لماذا؟ لأن لا يمكن أن نعطي لشركة خاصة سلطة صناعة الرأي العام أنا لست مع لستعارات الرأي العام والصحافة نفس الشيء لأن المرأي العام والصحافة نفس الشيء والفوتوغرافية ليست المرأة عندما تقف أمام المرأة المرأة هي انعكاس الفوتوغرافية ليست انعكاس لأنها فيها زاوية وفيها عمل وفيها صناعة هي عمل صناعي نعطيك مثال بسيط جدا على أن استطلاعات الرأي ليست مرأة المرأة في التسعينات كانوا استطلاعات الرأي يقومون بما يسمى وإلى حد الآن يقومون بها ما هو هذا لأنهم لاحظوا في التسعينات أن الناخبين الفرنسيين لا يعبرون بالصدق عن نواياهم الانتخابي لماذا؟ لأن كان التسويت للفرنسيونال كان ستيجماتيزي فشنو اكتشفوا اكتشفوا أنه نوايا التسويت كانت تختلف عن النتائش لأنه ناس خاف ياخي مشا يشوفوا بداوي فهم ولا بجواليو يعملوا يعدلوا وحدهم هما يعدلوا وحدهم حسب الصندوق حسب الصندوق وحسب هما عاملين إذن إذن الاستطلاع لصنداج بما أنه فيه تدخل لكن هذا شيء واضح لكن هذا يستدعى حوكمة للقطاع نعم والحوكمة هذه أساسها أنه لا يصبح معاهد صبر الأراء عندهم تأثير على الصحة السياسية ولا على لكتينك بوليتيك مام معناها على فكرة أنه الذهاب للصندوق يتأثر بصبر الأراء ولو أنه حتى حد ما كان قادر أنه يثبت ذلك أنه صبر الأراء حتى حد لحقيقة أنه صبر الأراء يأثر على التصويت لكن اليوم يلزم حوكمة في الموضوع الحوكمة هذه تكون ديمقراطية لصبر الأراء اشتعطي في التجارب المقارنة تعطي نموذجين هناك النموذج الفرنسي القائم على أن الدولة أحدثت كوميسيون ناسيونال دائمقراتي وفيها تقريبا تسعة قوضات ويقومون بتنظيم هذا العمل والقانون هناك قانون قانون لواء 77 808 إلى 19 جويل 77 وخضعت إلى تحيين في 30 جنوى 2017 voilà version consolidée 30 juin 2017 نعم القانون اسمو relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion certains sondages électهو الذين تهم النوايا لأن تونس يك يغرط في الصباح أو في ليل ce n'est pas المهم هو النوايا التصويت تعرف أنت حسب التقرير أصدرت ثمانية ثمانية صفحات 14 فصل حسب تقرير أصدرت اللجنة هذه في انتخابات 2017 صدر أكثر من 500 استطلاع رأي سياسي حول الانتخابات الرئاسية في فرنسا إذن ثم النموذج الفرنسي الذي قائم على شيئين قائم أولا على اللجنة هذه التي تنظم عمل ونجم ندخل في شوية تفاصيل ثم قائمة أيضا على التنافسية 500 استطلاع رأي بمعنى أن هناك تنافسية في تونس نحن عند 500 استطلاع رأي هناك النموذج البريطاني الذي تعرف أنت يميلون أكثر إلى أهل المهنة أنفسهم عملوا المهنيون والحقيقة صارت محاولات في تونس ثم الغرفة النقابية لمكاتب درسات تسويق وسط العطر حاولت تعمل نوع من الهيئة التعديلية الذاتية إذن لدينا نموذج التعديل التعديل بوسط القانون أو التعديل الذاتي بوسطة المهن المشكلة في تونس لا يملك التعديل بوسطة القانون وليملك التعديل بوسطة التعديل الذاتي يعني القطاع اليوم غير خاضع لما يسمى الحوكمة الديمقراطية ما معنى الحوكمة الديمقراطية قائمة على مبدأ أساسي هو الشفافي يعني مثلا بالنسبة لفرنسا اللجنة الوطنية اللجنة الاستطلاعات الرأي عندها موقع موجود يمكن الناس تشوفوا وتلزم الهيئة كل مكاتب استطلاعات الرأي على إيداع نسخة من استطلاع الرأي السياسي رأوا الانتخابي قبل نشره ويدخل وتشوف حتى في استطلاعات الرأي في الانوتيس تشوف حتى اللي ردرسمان اللي عملوه يعني إذا كان هما تدخلوا لتعديل النتائج الخام التي تحصلوا عليها وفق المؤشرات اللي عندهم جذاذة النشر الرقابة الرقابة المباشرة لا واللجنة تراقب حتى من يستخدم كلمة صبر أراء يعني اللجنة بإمكانها أن تصل عقوبة تصل إلى 70 ألف يورو لمن يستخدم مصطلح صبر أراء صعبية ستتعمل حنوت صبر أراء صعبية ستتلقى على الفيسبوك ستسمو فلان وقتها تمشي تشكي هذا يتخطب 60 ألف أورو 70 ألف أورو وهي لحماية القطاع نفسه لحماية القطاع من المتدخل إذن أنا اعتقادي أنه أنه خب السياسية دائما نرجع نفس الموضوع التي حكمت البلاد لم تفعل هناك فصل في القانون الانتخابي لـ 2014 يقول أنه يجب استكمال القانون الانتخابي بقانون لاستطلعات الرأي البرلمان 2014 و2019 ما عملوه علش لأن النخب السياسية في تونس هي نخب انتهازية وعندها علاقة مزدوجة بالأشياء يعني عندها هي تقول تشتكي من استطلعات الرأي وعندها أنه القانون الانتخابي يطلب منها يطلب من البرلمان وما تعملوش لماذا؟ لأنها لأنها تريد أن تتعامل مع الأشياء بهذه الانتهازية هي إذن لا يمكن لها أن تشتكي من له الحق أن يشتكي ليس السياسيين الذي له الحق أن يشتكي من عدم تنظيم التعديل القانوني والديمقراطي بالسطعة الرأي هو المجتمع المجتمع يجب أن يحمي نفسه لأن الرأي هي سيلنغجي أتميك متاع الديمقراطية الديمقراطية تقوم على يعني على الانتخابات والانتخابات ما هي الصوت نقول مع تعبر عن صوت الصوت هو رأي وتموقع يجب أن نحمي عملية بناء الرأي يعني في المسار الديمقراطي المهم ليس التعبير عن الرأي يوم الانتخابات الرأي هذا كيف تشكل ولهذا الديمقراطية تعملت الهيئات التعديلية للسمع البصري لحماية المجال للسمع البصري وتنظم عندما القطاع لا يمكن أن ينظم نفسه أنا معاه أن القطاع ينظم نفسه بنفسه على الطريقة البريطانية يعملوا مجلس 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 استطلاعات رأي وسبب الأراء ويضع المهم الشفافية من يمول من يمول وثم يفتح نقاش مثلا هناك بعض الناس يقول لك والله الناس قالوا حزب قيس عيد إذن نضع وما الذي يمنعك من أن تضيب سؤال سؤال آخر للمستجوبين وتقول عندما إذا كان ثم انتخابات ما فيهاش حزب قيس عيد لمن ستصوت الاختراح هذا المقترح هذا الناس يجاوبوك أنت تعمل سبنتانية تقول للناس من هو الحزب الذي ستصوت له يقول لك أنا حزب قيس عيد في حالة عدم وجود حزب قيس عيد لمن ستصوت هي تقريبا الحالة الموجودة ما الذي يمنع مكتب استطلاع رأي أو ما الذي يمنع أن نفتح نقاش هذا معنات فهمتني معت هذا جزتما هو هذا قلب الموضوع اليوم لحقيقة قلب الموضوع خلنا نحكي عليه كلمتين هل ثابت وإلا مطروح فكرة أنه يمكن أن يؤثر صبر الآراء على نواية التصويت لحقيقة على خاطر اليوم بعض الأحزاب كي تخرج وتعبر على غضبها الغضب هذا شنوه ما رده مثلا مدام موسي تتكلم وتقول أنه سيجما كونسي اليوم يحط لي على الساحة حزب جديد اسمه حزب قيد سعيد ولذا تخلق لي منافسة غير موجودة على الميدان وهو خلق لي كيان سياسي والهنية تقول لك هذا يأثر لي على المزاج العام ويأثر لي على الرأي العام صحيح؟ لا شوال الإجابة الممكن على الرأي ما دام في غياب هيئات تنظم وتعدل استطلاعات الرأي وفي غياب آليات تعديلية ذاتية واضح أنا سؤالي لماذا المهنة هذه بعد كل الانتقادات التي تعرضت إليها من 2011 وهي موجودة من 2011 ومن الذي يمنحها من أن تضع مثلا مثلا ميثاق شرف انكودو ديونتولوجي ما الذي يضح من أن تضع كما هو الحال في الديمقراطيات في أمريكا في بريطانيا في كل الديمقراطيات يعني معايير تلتزم بها معايير في مستوى الشفافية في مستوى التمويل يعني مسألة التمويل مهمة جدا إذن أنا أقول أنه خب السياسية مهما كانت لا الحق في نقد بطبيعة الحال لكن يجب أن تقدم مقترحات أيضا إذا كان فاعل سياسي مش شايتنا كهو يعني إذا كان حزب سياسي يريد أن يحكم ولا تهام يا سيد مش شايتنا ما هي المقترحات ما هي المقترحات يجب أن نعمل على تقديم مقترحات على ظوء بطبيعة الحال المعايير الدولي اللي ذكروا بها أما بقانون أو بالتعديل الذاتي المشكل المشكل أنه مكاتب استطلاعات الرأي أصبحت تمثل مشكلة لماذا؟ لأنها أصبحت مرتبطة بغياب الثقة في الديمقراطية الناس الكل عندهم الاعتقاد هذا يسوبراء هذا يجوزها هي بيدا لا هي مسؤولة هي مسؤولة لو كانت لو قامت بعملية تنظيم ذاتي لنفسها وقامت بمبادرات لزرع الثقة المشرع ما أخذيش مسؤولياته والقطاع ما أخذيش مسؤولياته والشيطنة جاية من عند الأحزاب والتهم جاية من عند الأحزاب والميس أصبحت لا تثق في مكاتب السطاعة الرأي قد يحل بمرسوم الآن ونحن ماشيين إلى مناخ انتخابي هل هو الحل كذلك الحالة الفوضوية تقريبا التي نحن بصددها هي جزء من فوضى الانتقال الديمقراطي انتقال الديمقراطي يفشل بسبب فشل الإيكو سيستام هذا نحن المرة فات أنا جيت معك نحكي عن الإيكو سيستام قلوا انتكاسة أو أنا أقول فشل أنا بالنسبة لي أنا فشل فشل كريم نعم لأنه فشل لأنه فشل هذا موضوع آخر يمكن أن تحدث لكن الإيكو سيستام ديمقراطي كما نقول يجب صحافة قوية يجب برنامان قوي يجب قضاء قوي يجب إذن قطاع استطلاعات رأي قوي مهني شفاف يعمل في إطار أخلاقي مهني شفاف هذا غير موجود وفشل الانتقال الديمقراطي ما معنى فشل الانتقال الديمقراطي في الحقيقة هو حتى التصنيفات الترتيبات العالمية للديمقراطي أن ديكس تونس خرجت من الديمقراطية الآن هي نظام هاجين بمعنى أن الديمقراطية انتقال الديمقراطي يفشل عندما يتوقف الناس عن الإيمان بأن الديمقراطية الحل هي النظام الأمثل لتسيير شؤون البلاد صدق الحميمي الآن قابلين نمشيوا إلى الحميمي مازلنا في قلب الاستثناء ومدامنا مازلنا في قلب الاستثناء مازلنا إلى استحقاق قوي استحقاق تشريعي الآن قد تصدر مرسي تهم صبر الآراء ولا تهم الأعلام وأمامتان يصدر قانون انتخابي هل هناك تخوفات وفي نفس الوقت هل يعقل أنه اليوم الحل للديمقراطية يجي من خلال المرسيم رئاسية شوف أنا اعتقادي كنت أسمع أن أستمع إليكم في الساعة الأولى وكان هناك تساءل أين الناس أين المجتمع لماذا غابت ردود الفعل لو نأخذ مثال هذا أنا أدعو مهنة مكاتب استطلاعات الرأي قبل أن تستبق الأمر وقبل أن تصدر السلطة السياسية مرسوم أن تفتح هي النقاش وأن تقدم مقترحات وأن لا يقتصر الأمر فقط على شركة واحدة وكأنها تدافع عن مجالها عن اختصاص عن نشاط الاقتصادي الحياوي هنا يجب أن يأخذ تأخذ المجتمع المبادر في هذا المثال هذا بالذات يجب أن مهنة قبل أن تشتكي من أن السلطة السياسية تضع قانون يعني يحد من نشاط يجب هي أن تبادر وأن تفصل للرأي العام ما هي أهمية السلطة الرأي وما هي المعايير الدولية المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية الراسخة والتي تحترم نفسها قبل أن تبقى في موقع الشكوى المهني الذي يعني لا يتحاور مع الرأي العام هو يعني في السلطة الرأي لماذا لماذا لا يتحاور مع الرأي العام نفس الشي بالنسبة للصحافة الصحافة عندها دور كبير في السلطة الرأي شو نعمل نحن شو نعمل أنا أعطيك مثير بسيط جدا مع أنت جريدة وست فرنس في آخر انتخابات معها جرائد أخرى لم تستخدم السلطة الرأي واستبدلت نتائج السلطة الرأي بالريبورتاجات الميدانية وهناك لو تبحث في جوجل على التحقيقات التي قامت بها السلطة الرأي للتحقيق أصلا في مكاتب استطلاعات الرأي نفسها يعني الصحافة عندها دور في أن لا تأخذ نتائج استطلاعات الرأي على أساس أنها نتائج مسلمة مسلمة بالتالي دور الصحافة هي أنها تكون أيضا سلطة رقابة على مكاتب استطلاعات الرأي لكن للأسف نحن نشوف في الصحافة التونسية في بعض الأحيان الصحافة ينشرون نتائج استطلاعات الرأي دون احترام يعني الشروط الدنيا مثلا المارج دي غار وقتش تعمل الاستطلاع إذن هي العملية معقدة جدا أنا أعتقد هي عملية معقدة سمحني قاسي تعليك لكن الوقت ده همنا نحب نعرف زيادة دور الصحافة ودور الإعلام الآن في التحدي جاي يا أصي السادق التحدي جاي أوكي تقول لي أهل المهنة في استطلاعات الرأي يتحركوا أحنا زيادة من المفروض نتحركوا الآن إذا كان يمكن يجي مرسوم يتكلم على دور الإعلام خلال الانتخابات بطبيعة الحال بطبيعة الحال يعني يعني الديمقراطية تقيم بالحرية التي تتمتع بها الصحافة في موضوع أساسي هو التحقيق والاستقصاء للأسف هناك اليوم جزء من الصحافة في تونس يتصرف باعتباره رولي يعني واسطة للاتصال السياسي يعني نشوف أنا مثلا تختي متعتكاد يعني كلها تقريبا أكثر علاقات عامة صحافة علاقات عامة شوف الدور الوحيد الحقيقي والأصيل الذي يجب أن تقوم به الصحافة في السياق الديمقراطي هو أن تكون سلطة رقابة على السلطة السياسية ما يسمى بالانجليزية الواتش دوك إذا كان السياسي إذا كان الصحافة تتحول إلى مجرد وسيط بين الاتصال السياسي بين الحكومة وبين الرأي العام فهذه صحافة علاقات عامة لا تستحق أن نطلق عليها صحافة ديمقراطية الصحفي لا يشتغل ملحق صحفي لدى النخب السياسية ولدى الأحزاب السياسية ودوره ليس دول ناقل ناقل لتصريحات السياسية دوره أن معنى أن يحلل أن يضع الأمور في سياقها أن يتحرف التصريحات السياسية أن يقوم بتحقيقات وأن يقوم هذه الصحافة الحقيقية أما الصحافة الأخرى نسميها أنا صحافة علاقات عامة وصحافة نقل اللي أكثر والأقل نستغل وجودكم معايا وما زلت قريبا عندي دقيقة ونصف من زمان الأزمة الدبلوماسية ما بين تونس والمغرب نستغل زدك فاتك دكتور وقت اللي نحبك تعطيني فكرة على اللي قريت ومن تفاعلات وردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي ماذا يحدث علش هال شنو هالانفجار يبدو أنه بعض اللي خبّدها كقرات الإتقال حول المغرب وتونس بهتت في تأزم الأوضاع حتى ما بين الشعوب ساعات يحدث أنه الفيسبوك أصبح له دور كبير في تشكيل طريقة أراء الناس الناس أصبحت تخضع بكل يعني أنا أستغرب يعني هناك يعني عمل تضليل معلومات ديزينفورمسيون ماكينيت طويل جدا وهناك البعض حتى من أنه خب تسقط لكن هناك من له أن شجع نسمعك أخيرا خبير الاقتصاد يقول هذه قصة أن المغرب استوليت على الفصفات الفصفات التونسي هذه قصة معناتها قصة لا يصدقها إلا الأغربي حيدرابك يرجعنا لدور الصحاف الصحافة دورها أنها لا يعني تكرر ولا تعيد انتاج الخطاب السياسي هي تساهم في أن الإنسان يفهم قضية معينة معناته يفهم قضية معينة بتقديم المعرفة لكونيسانس لصفوار أنه يفهم السياق سياق القضية معينة السلطة السياسية يعني هي عندها عندها مصالح اتصال هي التي دافع عنها أنا أستغرب لماذا الصحافة تجد نفسها مجبرة أو مطالب منها أنها تدافع عن وجهة نظر رسمية وجهة نظر رسمية عندها مصالح اتصال اسمهم الكومينيكان هما دورهم الدفاع عن وجهة نظر السلطة السياسية الصحافة ليست كومينيكاسيون ليس دورها أن تدافع إذا كان الصحافة تدافع عن موقف السلطة السياسية انتهت صحيح لازم عقد ثقة ما بين السلطة وما بين الصحافة لكن أي واحد يعتبر أنه الكلاب أي صحافة يعتبر أنه الكلاب اللي يجي من عند السلطة يجب أن تأخذه مسلم لحقيقة نقوله للأولاد يجي نرجع شوية للمكتب نقرأ وما بعد نرى أول حاجة لازم تصير عند الصحافة هي الشك هو يشك يتمحص يسئل من بعد ديار ودير يبحث على الحقيقة فكرة الحقيقة المتحدة الرغيتي السعي للحقيقة وللبعض يعتبر تقريبا هيتنقول صعلوك يصبح الصحافة فقط من الأوقات بما أنه يبحث على الحقيقة إذا كان الصحافة يحب دافع عن رؤية السلطة فهي التحق بالمصالح الأعلام للسلطة فقط يعني إذا كان هو مع أنت الصحافة ليست اتصال سياسي الصحافة هي معنتها مهنة تم ابتكارة تقريبا في نهاية القرن التاسع عشر وهي في خدمة حق الجمهور في المعرفة وفي الحقيقة وفي الأخبار الموثوقة إلى خيري شكرا لك شكرا لك على قبول الدعوة شكرا لك شكرا لك شكرا لك